أرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض علي والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في من قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلْنَبِيِّكَ بِالْرِّسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينَ وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم ودقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنا بنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَيْبَ يَا كَيْبَ يَا كَيْبَ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لنا ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اغفر لنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتنا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتنا وموت المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُونَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله يا الله اللهم ارحمنا الله اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم girن antimORE اللهم اغفر لها بحفر لكم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا يا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ورقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَانِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنا بنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا يا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُونَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنَ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم اغفر لهم يا الله اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لنا ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اغفر لنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا يا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لجميع موتانا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَانِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلْنَبِيِّكَ بِالْرِّسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخل هواهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلْنَبِيِّكَ بِالْرِّسَالَةِ تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به على ما أبقيتنا واجعله الوارث منا أدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لهم يا اللهم اغفر لهم يا اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت اقدامنا عند السؤال اللهم ثبت اقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنَ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلِنَبِيِّكَ بِالْرِّسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُونَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَّاحِمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لكم اللهم اغفر لكم اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا وَلَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُونَا وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينَ وَانصُرْ عِبَادَكَ الْمُوَحِّدِينَ المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم والجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُونَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنَ يَا رَحِيمَ يَا كَرِيمَ يَا كَرِيمَ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلِنَبِيِّكَ بِالْرِّسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يا حي يا قيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله يا الله اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا يا ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدانا وحدانا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميد وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ورقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَانِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا شكرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج جريحهم ودقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب اللهم اغفر لجميع موتنا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إِلَهَنَا وَخَالِقَنَا وَمَالِكَنَا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا يا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت اقدامنا عند السؤال اللهم ثبت اقدامنا يوم تزل الاقدام اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمنا اللهم اغفر لهم يا الله 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 اغفر لهم يا الله رفو اللهم موتى وعافنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارينا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَانِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ورقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلْنَبِيِّكَ بِالْرِّسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبدل همهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُونَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وأمن خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا دَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا اذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يَا إِلَهَنَا وَيَا خَالِقَنَا وَيَا مَالِكَنَا وَيَا رَازِقَنَا إِلَهَنَا يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا حَيُّ يَا قَيُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا كَرِيمِ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلِنَبِيِّكَ بِالْرِّسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذَلِكَ اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشميذ وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأمن خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأمن خائفهم ورد غائبهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لبيض من الدانس اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين خص منهم الآباء والأمهات اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومرضاتك ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روبة من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا يا الله يا الله اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك والوقوف بين يديك ثبت أقدامنا عند السؤال اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجى ولا ملتجى لنا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمونا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأجمع كلمتهم إلهنا وخالقنا ومالكنا يا الله يا الله أعز الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين وانصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يظلمون أبد الهمهم فرجا وضيقهم سعادة اللهم داوج ريحهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وأم من خائفهم ورد غائبهم وعاف مبتلاهم وعاف مبتلاهم وأم من خائفهم وأم من خائفهم ورد غائبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا إلهنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا إلهنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم